تولي الدولة أولوية كبيرة لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني ويأتي ذلك في ظل إيمان الدولة بأهمية دور المنظمات كفاعل أساسي في العملية التنموية أولوية كبيرة توليها الدولة لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني وذلك لإيمانها بأهمية دور المنظمات كفاعل أساسي في العملية التنموية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لكونها أداة فعالة لتدعيم حقوق المواطن ويأتي التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ضمن أبرز منظمات المجتمع المدنية حيث تم إطلاقه في الثالث عشر من مارس عام 2022 بمشاركة وعضوية أكثر من ثلاثين جمعية ومؤسسة أهلية وكيانا خدميا وتنمويا وذلك من أجل ضم كل هذه المؤسسات تحت قبة واحدة تنظم عملها للمساهمة في تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتعد الفكرة الأساسية من وجود منظمات المجتمع المدني هي المساهمة في تعزيز وحماية وتحسين حقوق الإنسان فتعمل هذه المنظمات على تطوير المجتمع وتتشارك في أهداف عامة لتحقيق العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية فالمجتمع المدني الحيوي المتنوع القادر على العمل بحرية هو العنصر الأساسي في ضمان حماية مستدامة لحقوق الإنسان وتمتلك هذه المنظمات كوادر إدارية وميدانية مدربة ومؤهلة تستطيع تقديم الخدمات بسرعة وكفاءة عالية بالإضافة إلى قدرتها على الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية وبالتالي مثلت فكرة توحيد الجهود حاجة ملحة وضرورية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية والتي أثرت سلبا على العديد من القطاعات وبصورة خاصة قطاع الغذاء وانطلاقا من دور الدولة في دعم العمل التنموي تعمل الدولة من خلال وضع الخطط والاستراتيجيات وإطلاق المبادرات على ضمان حقوق المواطنين وخاصة الفئات الأولى بالرعاية وتكوين بوطقة واحدة تضم حقوق كافة فئات المجتمع من امرأة وطفل وشباب وكبار سن وذويهم وغيرهم